السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعالنا وسهلا بكل المتابعين ومشاهدين على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من ألف الألياء طبعا ناس كتيرة السؤال تكرر أكتر من 20 مرة 30 مرة عاوزين دراسة جدوى دراسة جدوى دراسة جدوى لتسمين الأغنام أنا كنت عامل دراسة في 2018 طبعا الدراسة الجدوى بتختلف كل سنة لأن الأسعار عندنا في مصر مش مستقرة بمعنى صح المفروض لو الأسعار مستقرة بمعنى مع انخفاض قيمة الجنية بتزيد الأسعار طبيعي كل سنة الأسعار بتزيد كل سنة الأسعار بتزيد بالنسبة لمصر وقس عليها جميع بلدان العالم يعني فالمفروض الخلاصة تكون واحدة يعني نسبة الأرباح تكون واحدة سابتة بمعنى الخروف سعره بيزيد وهو صغير العلف سعره بيزيد كمان خروف اللحم لما تيجي تبيعه أخرى دور السعره بيزيد لكن احنا عندنا للأسف في معادلات معكوسة كتير في هالعبيامة يعني الخروف الصغير مولع نار والعلف مولع نار واللحم ببلاش وسعر اللحم رخيص فطبعا وده اللي حاصل السنة لي فأنا ناس كتير أطلب دراسة جدوة دراسة جدوة دراسة جدوة دراسة جدوة طبعا أنا أبديك دراسة جدوة حقيقية ما أبديكش دراسة جدوة بتاعت اللعب والأفلام إنه عاوز يدخلك في مشروع وخلاص وتدخل في الأخير تقعد تطبل وتزمر تلاقي نفسك مش لامة مراس المال يعمل لك البحر طحينة ومكسب الخروف ألف جنيه في الدورة وكلام ما قالوش أي أصل على الأرض الواقع عندنا في مصر على العموم دي صفحيتها على الفيص طبعا وأنا عامل فيها كتابة هنا دراسة جدوة دي شوف معي أنا لسه كتبها هنا ما كملتش أهوة الوقت اللي أنا نشرها فيه أهو قبل اتنين وعشرين دقيقة من اتنين وعشرين طبعا أنا أعملها يعني أنا فقط عاملها مش منشورة على الفيص الرؤية ما فيش حد أشوفها غيري أنا بس عشان أشرح لكم عليها على القناة طبعا أنا أعمل دراسة دلوقتي دي الدراسة الواقعية دي حاليا هي الدراسة الواقعية بتاريخ زي ما أنت شايف التاريخ أهو 18 واحد 2021 ده التاريخ بتاعها طبعا انت مسجل وشايف شاشة كلها دي التاريخ النهاردة اهو النهاردة اللي اتنين مش هتظهر هنا تعتبر ما تجيش ماشي على مهم اهو التاريخ يوم الاثنين 18 يناير 2021 المهم عشان ما نطودش عليك الفيديو دي دراسة جدوى بتاريخ النهاردة لتسمين 20 خروف بارئي لدور التسمين 5 شهور دور التسمين 5 شهور وزن الخروف طبعا دي الدراسة اللي هذكرها لك دلوقتي ما تستغربش من الناتجي النهائي انا مش عاوز اعملك البحرط حينة هنعملك الدراسة دلوقتي مع بعضينا اهي مكتوب قدامك عاوز تكتب فك الراسة اكتب الارقام عشان تعرف انت بعد كده تغير دراسة الجدوى برحتك انا بديك معلومات اساسية اللي هتعمل بسري دراسة الجدوى كاملة لغاية من اصل الارباح وفي نهاية بعد ما نخلص دراسة الجدوى دي هنوريك دراسة الجدوى عاملها على الفيس انا من سنتين هنوريك الفرق بينها وبين دراسة الجدوى النهاردة يعني دي دراسة الواقعية بتاريخ النهاردة 18-1-2021 وفي دراسة عاملها بتاريخ شهر 12-2018 يعني من سنتين تقريبا دي هنوريك الفرق بينها وبين دي وهنقولك في الاخر في اخر الفيديو كمان ازاي دراسة الجدوى دي بتاع التاريخ النهاردة ازاي تحسنها وتقدر ترفع من مستوى الأرباح كله كلام واقعي كلام عامل يا جماعة ابعد من كلام النت كلام فاضي كل واحد شغال عاوز يحبيبك في المشروع وخلاص لأي سبب إن كان عنده غنم أنا تجرب أمبابي في الغنم بس مش هتحك عليك أنا ما بيجيبش غنم لو دخلت على الصفحة بتاعتي على الفيس هتلاقي أني بقى عرض خروفين ثلاثة لحمة محجرين غنم الزغيرة وبطلت أهي دي كانت الغنم الأساسية سورة البرفال دي آخر دفع جبتان مطروح كانت غنم طابرة كانت عليه غنم الله أكبر يعني معدل تحويل آآ ما شاء الله الغنم دي الغنم دي ما شاء الله الغنم دي ما شاء الله عليه سأتبر آخر دفع جبتان مطروح لاحظ شوف حجم الأرنى بتاع الخروف لسه غنم أرنى لسه ما يكملش ده اللي ظهر بص الأرن ما يكملش ثلاثة سنطفة في رأسه الغنم دي كانت وزنها على الميزان 25-28 كيلو الغنم ان انت شايفها دي عمرها لا يتجاوز الثلاث شهور المهم عشان ما انتوش بما انطوروش الفيديو بتاعنا طبعا لها فترة ما دخلتش غنم دي بسبب غلاء الاسعار لانها مش مجزية حاليا بسبب رخص سعر اللحم المهم عشان ما انطورتش عليكم دي دراسة جدا بتاريخ تسمين 20 خروف برقي دورة تسمين 5 شهور وزن الخروف عند الدخول الاسعار حاليا من 20 ل 25 كيلو بمتوسط وزن 23 كيلو سعر الخروف حاليا 1900 جنيه احفظ الارقام دي عشان هوريك الدراسة من سنتين كانت عاملة ازاي مش من سنتين والله هي من كانت من سنة نفس دراست من سنتين بس باوريك يعني اليومين دولة فيه غلاء شديد ما تنصدمش في الناتج من تحت اصبر معايا هتشوف الارباح طلع كام في 20 خروف لمدة 5 شهور المهم ما قولنا بمتوسط وزن 23 كيلو سعر الخروف 1900 جنيه سعر الشرع عشان خروف 1900 جنيه يديك 38000 جنيه لو الخرفان جاي من بعيد هتضيف عليهم 1000 جنيه مواصلات ممكن تكون جايبا المسافة بعيدة 300 كيلو 250 كيلو هم تضيف عليهم 1000 جنيه مواصلات يبقى سعر الشرع 39000 جنيه الخرف بيأكل بمعدل 1 كيلو علاف مركز في اليوم على مدى الخمس شهور بمتوسط سعر لكيلو العلف ده سعر العلف النهاردة الخرف بيأكل بمعدل 1 كيلو علاف مركز في اليوم لمدة 5 شهور ده بتختلفش في اي زمن دي النسب دي هتحفظها اللي هو الوزن من 20 ل 25 ولغاية وزن لغاية مثلا 5 شهور 4 شهور 5 شهور بيأكل بمعدل كيلو اما لو انت مدخل اوزان كبيرة 30 ل 35 و 5 شهور لا هتحسب على كيلو ربع متوسط العلف بيأكل الخروف بيأكل بمتوسط كيلو ربع طبعا 25 كيلو ده اللي هو من 20 ل 25 هياكل حوالي 700 جرام في اليوم اول ما يدخل 700 ل 750 جرام لكن في النهاية بيطلع كيلو ونص وهو وزنه 50 كيلو تقريبا بيطلع بيأكل كيلو ونص في اليوم كيلو ربع كيلو لا ربع ازقات كيلو ربع اديك 2 كيلو ربع على ال 2 احنا بيعتبرها تقريبا كيلو علاف مركز خلال الدورة ككل سعر الكيلو ده سعر الحالي ومش هتعرف يعني العلفة عشت تعمل العلفة طبعا متوسط نسبة البروتين في العلفة دي من 16 ل 18 في المية سعرها متوسط 5 جنيه ونص وان كان السعر في ناس هتقول لي الدورة النهاردة بتاريخ 18 1 2021 الدورة النهاردة ب 5 جنيه ونص جملة دورة صافي بس ب 5 جنيه ونص كانت ب 3 جنيه وربع 3 جنيه وثلاتين فانا بواريك دايق دراسة جدوى على الواقع طبعا انا اعمل لك علفة ان انت ما استخدمتش دورة نهائي لانك انت لو دخلت الدورة في العلفة بنسبة 50% يبقى العلفة بتاعتك طبيعي مليون المية هيكون سعرها اكتر من 5 جنيه ونص لان ارخص مكون فيها هو الدورة اللي هو كان في العلفة ارخص مكون اصبح ب 5 جنيه ونص بسعر العلفة جازة بس انا معتبرك ان انت مستخدم مثلا كسر امح مستخدم امح رخيص مثلا بربعة جنيه ونص مع نخالة بربعة جنيه مع صوية بتسعة جنيه بنسبة تقريبية طبعا مع عدد خيل بعض لو فيه نسبة شوية عيش خبز بتاع انا اعمل لك سعر متوسط لكن انت لو تعمل على الدورة والصوية والنخالة العلفة اللي بنعملها 18% مش هيقل سعرها عن 6 جنيه وربع بس احنا خلينا حزبين على الخمسة ونص متوسط سعر الكيلو والمادة المالة هنعتبرها اغلى حاجة وهي الدريس الحجازي سعره حاليا الدريس الحجازي بتاع الوادي السعر بتاعه 3100 جنيه طبعا فيه دريس بتاع الباصرة هناوت بتاع البورج ب2500 او 1700 بس كل مية حاليا ما يتعملش لان اسكندرية بتشتي فيها ياما فما فيش دريس حاليا اصلا اعتبر ما فيش فالدريس كله بيجي من الوادي حاليا بيجي من الوادي الوادي ب3100 متوسط سعر الطن الخروف هنعتبره بياكل بمعدل نص كيلو بمعنى لو حصل عندك عجز في الكيلو العلف اعرف انه هو واخده من الدريس الدريس غزة والياف يعني لو حصل عندك عجز في كيلو العلف ما كفاش بمعدل الدورة ككل مش من الاول مش ياكل كيلو في الاخر يقدر ياخده من الدريس لأن الدريس يطور في نزل بروتين وفي الياف مادة ملقة وفي نفس الوقت مصدر البروتين فهياخد معاك الجز اللي هو نقص علي من العلف هياخده من الدريس وهو مش هياكل النص كيلو انا متأكد مليون المية هو هياكل بمعدل 300 جرام تقريبا 350 جرام على مدى الدورة ككل طالما بياكل علف 3% من وزنه يبقى هيصبح الدريس بس احنا حزبينه بالزيادة شوية نص كيلو زاد 200 كيلو زاد 250 كيلو في الاخر زاد 100 كيلو مش مشكلة هتبقى تصب في الارباح هنجل المصاريف الاول مصاريف العلف المركز 20 خروف 1 كيلو علف في 5 جنيه ونص على الكيلو في 150 يوم اللي هما 5 شهور ها يديك 16500 جنيه مصاريف الدريس 20 خروف في 0.5 كيلو في 3100 3.1 جنيه في 150 يوم بيساوي 4650 جنيه دي مصاريف المركز والدريس المصاريف العلف الكل 16500 جنيه زايد مصاريف العلف الكل 21150 زايد مصاريف الأدوية 1000 جنيه ها يديك 60150 جنيه الخروف بيزيد بمعدل متوسط في الدورة دي 6 كيلو في الشهر يعني الزيادة خلال الدورة الخمس شهور هتكون 6 كيلو طبعا متكلم على الغنم البارئي واضح درستي على كاتب أول حاجة غنم بارئي 6 كيلو في الشهر في خمس شهور ها يديك 30 كيلو يعني متوسط وزن الخروف عند نائة الدورة هيكون متوسط الوزن عند الدخول 23 كيلو زايد 30 كيلو الزيادة خلال الدورة 33 كيلو سعر البيع على المبارئي ماشي 60 جنيه النهاردة سعر النهاردة 18-1-2021 سعر البيع 60 جنيه جملة مش للزمون 60 جنيه جملة في العيد المفروض سعر البيع لا يقل عن 65 جنيه ده المفروض العيد اللي قبل اللي فات نزل ل 55 جنيه عشان كده بقولك على أساس الاستقرار المفروض دراسة الجده تكون قريمة من بعضها على أي سنة الخلاصة واحدة المدخلات غالية والمبيعات غالية الأرباح واحدة نسبتها سبتة المفروض لكن احنا للأسف ما عندناش استقرار في مصر المفاطيم غالية العلف غالي واللحم الخيص سبحان الله معادلة ما تعرفش ازاي بتركب بس ده الواقع انا بديك الواقع عشان معشمكش وفي الاخر تقول انت اللي عشمتني في المشروع المهم سعر البيع احنا هنحسب سعر البيع 64 جنيه ولو اني ما فيش حاليا خالص 64 جنيه لو هحسبلك حاليا سعر البيع حاليا 60 جنيه لكن انا هحسبلك سعر البيع 64 جنيه زي ما حسبتلك الدينيس بالزيادة نص كيلو هحسبلك سعر البيع بالزيادة 64 جنيه هيبقى عشرين خروف 53 جنيه وزن الخروف في نهاية الدورة 64 جنيه هديك 67800 جنيه طبعا اي مشروع في الدنيا في خسائر اي مشروع في الدنيا في خسائر كم بمتوسط هنحسبها 5% هنحط رسبة خسائر 5% من اجمال المبيعات 5% من اجمال المبيعات يعني هتكون خسائر 87000 اللي هو المبيعات كلها و800 في 5% هديك 3 تلا 5% يعني 5 على 100 على فكرة يعني 67800 في 5 على 100 هديك 3500 جنيه تقريبا ده اللي هي الخسائر يبقى صاف الربح سعر البيع كله ناقص المصاريف الكلية ناقص الخسائر 7800 ناقص 50 جنيه يوم يوم الوقفة بسبب الركود التام في المبيعات لكن العيد اللي فات اتعوض لان الناس كتير ما دخلت ما سمنتش الخروف وصلت 67 68 جنيه في اسكندرية وصلت 67 68 60 يوم الوقفة العيد اللي فات لكن خلينا ماشيين جنب الحيط في الدراسة المكسب الزيادة داخل وضرك خليك معاي عشان اخر الفيديو هنقول لك هتعمل ايه ولا ممكن نقول لك من دلوقت بلاش قبل ما نقارن لك بدرست الجدوى اللي هي من سنتين والتعامل درست جدوى على الفيسو هور هي ازاي قبل ما نوريك الدراسة التانية هنقول لك هنا ازاي تحسن ازاي تحسن الارباح في خطوطين او تلاتة انا وريك تحسن الارباح هييجي ازاي طبعا قبل ما نتكلم فيها طبعا في الدراسة دي ما حسب نيعش لايجار الناس كتير هتقول لك ايجار دول عشرين خروف مايستحملوش ايجار المفروض الخروف ايجار شهريا مايزتش عن عشر جنيه المفروض مايزتش عن عشر جنيه في الشهر انت لو مدخل 300 خروف تبقى انت ب15 جنيه واخد مكان ايجار ب1000 جنيه في الشهر لكن هم عشرين خروف مش هتلاقي مكان بمتين جنيه في الشهر هتجيب مكان بخمسمة جنيه عشان تحط فيهم عشرين خروف لا يبقى الليتم احسن يبقى المشروع ليه حد أدنى عشان تأجر له وكذلك ما حسبناش إيجار عمال ليه حد أدنى عشان تجيب له عمال هتجيب عامل في الشهر بياخد بياخد له على الأقل ألفين جنيه وأنت أرباحك كلها في الخمس شورة أربعة تلاف جنيه يعني هو ياخد في الخمس شورة أشر تلاف يعني أنت هتدفع من جيبك في الأخير ستة تلاف لأ طبعا ما ينفعش عشان خارف دولة أنت تطرعين بنفسك ساعة الصبح وساعة آخر النهار ساعة قبل ما تروح الشغل وساعة لما تيجي من الشغل آخر النهار خلصت مش محتاجين رعية جامدة دولة عشان خارف مش ميت خارف فما ينفعش لازم ناس تقولك لا إزاي تحسب لازم تحسب لا بقولك مش لازم في حد أدنى في حد أدنى أنا بجيب في أشغال يدوية بتتعمل في البيت ما ينفعش أجر لها أعمل لها مصنع أروح أعمل لها سجل تجاري أروح أعمل لها مخازن وأجر لها مخازن وأجيب عمالة على إيه هي مش مستهلة انت تشتب أنت اللي شغال ده شغل على أده اعتبر شغل إضافي مش شغل أساسي كعشرين خروف كعشرين خروف اعتبر شغل إضافي وليس شغل أساسي منفعش تجيب له عمال منفعش تأجر له مكان طيب الأرباح ده طبعا ضعيفة جدا بسبب أول حاجة سعر الخروف 1900 جنيه المفروض سعر الخروف اللي هو الثلاثة وعشرين كيلو البرق النظيف لا يتجاوز لألف سبعمائة وخمسين جنيه يعني فيه كم كده قدي زيادة فيه مية وخمسين جنيه زيادة مية وخمسين جنيه في عشرين خروف تلات تلاف جنيه زيادة هيروحوا فين الثلاث تلاف جنيه دولا لما يطفرهم هيصبوا في المكسب يبقى بدل ما هو أربعة تلاف هيصبح سبعة تلاف دي رقم واحد رقم اتنين سعر العلف خمسة جنيه ونص سعر كيلو العلف خمسة جنيه ونص وده متوسط والله هنعارف ان لو هستعمل على العلفة الخامات الأساسية والله هتزيد عن كده اللي هي علفة من 16% لـ 18% ان خلا نهارده بـ 4 جنيه الصوية بـ 9 جنيه الدورة بـ 5 جنيه ونص وحسيب انت لو هتعمل علفة 18% شوف هتطلع لك دي طبعا العلفة 5 جنيه ونص استهلاكنا من العلفة قد ايه 20 خروف في كيلو علف في 150 يوم يعني 3000 كيلو يعني 3 طن في الدورة لـ 5 شهور لـ 20 خروف لو انا عملت علفة بالمخلفات وزي ما قلتلكو قبل كده بدائر الاعلاف لازم تدور على بدائر الاعلاف لو انا دورت وعرفت اجيب علفة رخيصة بروتينها كويس 16% مثلا وسعالها 4 جنيه ونص هبقى انا كده وفرت جنيه في الكيلو يعني وفرت انا مستهلك 3000 كيلو يعني 3 طن وفرت 3000 جنيه كمان 3000 جنيه دو هيروحوا فين كمان هيروحوا في الربح احنا قلنا 4 وفرت وجبنا 3000 بردك من سعر البيع 7 وحوط 3000 كمان اصبحوا من توفير من سعر الارف اصبح 10 كده الارباح اصبح 11000 في ايه تاني كده اللي خلصنا من موال العلف نيجي للبيع سعر البيع سعر البيع احنا حزبينه 64 جنيه ده للأسف بقى ده سوق ماشي عليك وعليك وعالناس كلها ولكن لنفترض ان سعر البيع جملة ماشي في العيد 64 جنيه لنفترض ان هو ماشي 64 جنيه انت لو بعت للزبون على الاقل هتبيع له ب 68 جنيه لو هو ماشي جملة في السوق في العيد 64 جنيه هم عاشين خروف ما تخليش تاجر يدخل عليهم ويبخصهم لك الارض واذا كان السعر سوه ماشي 44 جنيه يخده 64 ب63 وهو يروح يبيع للزباين ب67 ب68 ب65 ب66 ب66 الجني اللي انت تجيبه زيادة انت اولى به فانت حاول هم عشرين خروف مش عدد كبير مش مية ولا مدين خروف حاول تعملك زبون فردي الزبون نفسه انت تبيع للزبون مباشرة ما تخليش وسيط في النص ما تخليش تاجر ياخد الغنم مرة واحدة وتفرح ان بيعت الغنم مرة واحدة لا خد بيع بالخروف ده هم عشرين خروف عشرين نفر هياخدهم وفيه ناس بتاخد بالخروفين والتلات يعني ممكن خمصيشر الزبون يخلصوا لعشرين خروف يبقى انت تدور على الزبون منك للزبون مباشرة لنفترض لنفترض ان انت بدل 64 جملة بيعت ب 66 بس ما شنقوله ب 67 ولا 68 بيعت ب 66 يعني 2 جنيه في الكيلو والخروف خمسين كيلو يبقى الخروف هيزيد 100 جنيه 120 هيعملك حوالي 2000 جنيه تضيفهم كمان على العشر تلاف المكسب يبقى المكسب 12 ألف جنيه ده كده يبقى كده المكسب زيت كم 12 ألف جنيه فيه نقطة كمان فيه نقطة كمان احنا فتناها وصلنا للسعر البيع المفروض هي قبل سعر البيع فيه نقطة تاني وهي ركز معايا اللي هي دي متوسط الخروف بيزيد بمعدل متوسط 6 كيلو في الشهر 6 كيلو في الشهر دي انت لو الغنم بتاعتك نقطة مصبوط من نقطة غنم حلوة مصبوطة زي الغنم دي كده ما شاء الله غنم الله أكبر دي نمر واحد ما شاء الله الغنم اللي في الصورة دي لو جبت غنم زيها كده ثق وتأكد وعملت عالفة كويسة 16-18 فنم بروتين الخروف لا يقل معدل تحويله والله عن ربع كيلو يوميا لا يقل يزيد لا يقل عن ربع كيلو يوميا يعني بمعدل سبعة كيلو ونص في الشهر خليه سبعة كيلو في الشهر احنا هزبنا على ستة كيلو على فكرة فيه ناس بتخش تقول انت كداب مفيش ستة كيلو في الشهر مستكترها وفيه ناس بتدخل بتقول لا ستة كيلو الخروف بيزيد تمانية كيلو في الشهر فانا بوريك انا بتكلم عن البارئة برضك بتكلم عن البارئة الناس اللي تشتغل بالنظيف بيقول لا بيزيد تمانية كيلو اما الناس اللي تشتغل بالصاردة اللي هي الغنم المتأسسة الغنم التعبانة ما بيلاقيش خمسة كيلو في الشهر ما بيلاقيش خمسة كيلو في الشهر فقولك لا ده ستة كيلو ده ما فيش منها خالص لا انا بقول لك الخروف يزيد لو انت ناعد الخروف كويس خلينا متوسط 7 كيلو مش هيبقى 6 كيلو اختيارك الصحيح للخروف مع الرعاية المزبوطة والعالفة المزبوطة هو يزيد معاك اقل حاجة المفروض يدي ربع كيلو في اليوم يعني 7 كيلو ونص خليه 7 كيلو يبقى فيه الزيادة كام عن 6 كيلو فين الزيادة احنا انا لا ايه الزيادة فقولنا خليها تبقى كام خليها 7 كيلو خليها 7 كيلو يبقى الخروف كده كيلو فيه كيلو زيادة كيلو في 5 شهور يعني 5 كيلو 5 كيلو هتضفهم لوزنه النهائي اللي هو 53 هيصبح 8 هيبقى فيه 5 كيلو زيادة 5 في 60 مش هنقوله في 4 و 6 و 5 5 كيلو في 60 جنيه هيعمله 300 جنيه في الخروف الواحد 300 جنيه للخروف الواحد سعر زيادة فوق 8 300 في 20 خروف هيعمل لك 6000 جنيه يبقى انت 6000 جنيه مع قلنا 12 ألف يبقى فيه 18 ألف جنيه 18 ألف جنيه ممكن يوصل مكسب 20 خروف تسمين 20 خروف ممكن يوصل شوف من أربعة تدرسها واقعية بعد ما تاخد بالخمس 6 نقاط اللي قد ذكرتهم لك يرتفع من 4000 يرتفع إلى 18 18 ألف جنيه والنفطار ده ده سعر السوق علي وعليك هي 1900 مفيش أرخص من كده مش لايه أرخص من كده يبقى احنا نشيل المية نشيل التلات تلاف اللي احنا ضفناها في الأول اللي هي قلنا الخروف المفروض يخص عن كده 150 جنيه انا مش عارف ألاقي خروف أرخص من كده خليه الخروف ب1900 يعني هنرجع من 18000 هنرجع 3000 هيصبح 15000 جنيه كالتدور التسمين 20 خروف بدل من 4000 جنيه أصبحت 15000 يعني تصبح النسبة كام 15 على الستين فيها 25% نسبة الـ 45% فيما أن هي في الطبيعي كانت كام أربعة أربعة على ستين هيديك حوالي 9% في الخمس شو إن شاء الله تكون المعلومة وصلت طبعا هو الفيديو كده ممكن يكون طول أربعة شن ديها بس أنا ممكن نوريكم بسرعة الدراسة الجدوة اللي أنا كنت أعملها من سنتين فين دراسة الجدوة ها هي دي دراسة الجدوة شوف معايا التاريخ التاريخ ها هو دي كانت معمولة من يوم 18 ديسمبر 2018 نحوالي سنتين شوف معايا الخروف كان بـ 1700 جنيه سعر الشراء بـ 1700 جنيه وإيه تاني فين العلف بربعة جنيه ونص بدل خمسة ونص ده كان بربعة ونص ده بزدغال كده كان وكنت بعمل العلفة بربعة جنيه في الوقت ده بس خلا بربعة ونص كمان كله تمام سعر البيع شوف سعر البيع بقى كان ماشي ازاي عشان بريك ان كل وقت اللي سوى سعر البيع حالي كان ماشي جملة بـ 65 كان ماشي جملة بـ 65 وبيوصل في العيد لـ 68 و70 وانا كنت حسب على كام كنت حسبه على زيها بـ 64 جنيه كنت حسبه بـ 64 جنيه طبعا وعملنا الخسارة وعملنا كل حاجة كانت صافي الربح بدون النقاط اللي انا ذكرتها اللي انا ذكرها كان صافي الربح عشر تلاف جنيه طبعا وقتها كان بربعة ونص قلنا ده السعر كده غالي كان اغلى علف بالنسبة للعلف فين سعر العلف اهو بربعة جنيه ونص كنت ممكن اعمل علفة بربعة جنيه وبربعة لربع كمان في الوقت ده انا بتكلم دي كانت علفة اللي انا من واحد اللي عبارة عن صوية وضرة ورده ستين في المية دوره وخمساشر في المية اه رده اللي هي النخالة وخمسة وعشرين في المية اه صوية عالفة تمنتاشر لتمنتاشر نص في المية بروتين كان سعرها ما يتجاوزش بالاضافات بكل ما كانتش يتجاوز لاربعة جنيه ونص لو كنت دخلت فيها اي مخلفات تانية بثلاثة جنيه ونص باثنين ونص كان فيه حاجات باثنين ونص بتلاتة تلاتة وربع كان فيه حاجات مخلفات كدير فيه كسر بزلة كان بتلاتة جنيه ونص كان فيه حاجات تانية ايامة بس انا بكلم كنت بتكلم على عالفة اساسية اللهم عشان ما نتوضش عليكم الفيديو ان شاء الله تكون وصلت فكرة اه درس الجدوى وايه اهم مش درس الجدوى نظري كده وخلاص كلام كلام ارقام ارقام انا شرحت لك كل كل باند ازاي ده سعر السوق وازاي تتغلب عليه وازاي تعمل ازاي تعرف تكسب لو تغيرت البنوت ديت عن البنوت الطبيعية مش انا هقولك درس الجدوى خلاص طيب تروح تجري تشتري 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 وتنصدم تنصدم في الاخر وديك تدع علي لا انا وردك الاصلي درس الجدوى الاصلية بالتاريخ النهاردة ووردك ازاي تقدر تتغلب على المكسب الضعيف ده انك تزوده وتحصل على تضاعف الارباح مرتين او ثلاثة وفينا اعتبر ما تنساش لو عجبك الفيديو ناشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته